في حالة المغرب، كما أشرت هناك عدة علامات أفضلية هناك تقدم، أولاً هناك سيادة القانون والاحتكام للقانون في مجال الحقوق والحريات هناك استجابة عبر وجود انتخابات فالناس لديهم حرية التصويت وفق ممارسة سياسية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وهو أمر مهم هناك في المغرب نوع من النجاعة، نجاعة الدولة في تقديم الخدمات العامة